الطائرة تم العثور على حطام لها ويبقى الإعلان الرسمي عن مصير قائدها والراكب صاحب الجنسية الأرجنتينية إيمليانو سالا قبل صعودها على الطائرة كان لاعباً في الدور الفرنسي وعند وصوله المفترض إلى ويلز كان سيصبح لاعباً في الدور الإنجليزي حادثة جوية تسببت بإيقاف هذا الحلم وتحويله إلى كابوس وإطلاق سيلة من المشاعر الجياشة لدى جامهير نانت وكاردف النادي القديم والنادي الجديد لم تجف الدموع في مقرة مشجعي الفريقين ولم يتم إيصال الجثة لأهل اللاعب الأرجنتيني أو البدء بإجراءة الجنازة لكن عالم كرة قدم ببروده في المكاتب يبدو له الأولوية على دفء المشاعر في الملاعب نادي نانت طالبت إدارته كاردف بإرسال الدفع الأولى من قيمة صفقة انتقال سالة 6 ملايين يورو من أصل 15 هي القيمة الإجمالية نادي كاردف سيتي أكد أنه لم يدفع أي يورو ورئيس مجلس إدارته اختر الرد عبر صحيفة لكيب الفرنسية معتبرا بأن القصة الأولى من الصفقة سيتم دفعه في أقرب فرصة ممكنة وأضاف بأن العمر حساس حاليا خاصة أن تأجيل إرسال المبلغ مرتبط بعدم التعرف على الجثة التي تم انتشالها يوم الأربعاء الماضي بانتظار تأكيد هوية صاحبها وإن كانت تعود لسالة أو للطيار نانت ليس وحده من ينتظر اليوروهات ويهدد بإجراءات قانونية إن لم يستلمها نادي فرنسي آخر هو بوردو ينتظر أيضا الحصول على نسبة 50% من الصفقة نظرا لكون اللاعب لعب في صفوفه لثلاث سنوات القضية تشمل أيضا وكلاء لللاعبين في إنجلترا وفرنسا بينما لم يعنن أي من الأطراف عن القيمة التي سيغطيها التأمين على حياة اللاعب من الصفقة التي اعتبرت الأغلى بتاريخ نادي كاردف سيتي وحيد رزق المصري العربية